مجز الأخوار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنية إلى فخامة الرئيس تاماش شيوك بمناسبة انتقابه رئيسا لجمهورية المجاري الصديقة وعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تهانيه للرئيس المجاري وتمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه الرئاسية وللحكومة والشعب المجاري الصديق مزيدا من التقدم والنماء بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المتربين دكتور أحمد بن مبارك في العاصمة موسكو مع رئيس مجلس الدومة في تاشيسلاف فولودين العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة وخلال اللقاء استعرض رئيس الوزراء نتائج مباحثاته مع المسؤولين في الحكومة الروسية مؤكدا أن العمل سيبدأ من الآن للارتقاء بمستوى تعاون الثنائي استعدادا للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الثنائية وبما يليق بها وأوضح رئيس الوزراء أن تعاون في قطاع الطاقة والكهرباء يمثل أولوية بالنسبة للحكومة اليمنية إلى جانب المجالات الأخرى المتمثلة بالنفط والزراعة والثروة السمكية لا في تنفيذات الوقت إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين الدولتين بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المتربين الدكتور أحمد بن مبارك في إطار زيارته الرسمية إلى روسيا مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي العلاقات الثنائية بين اليمن وروسيا وأوجه التعاون بين البلدين في المجال البرلماني والاقتصادي وأجرى استعراض وتبادل وجهة النظر إزاء التطورات الوطنية والإقليمية وفي مقدمتها جهود السؤناف العملية السياسية في اليمن والتطورات في غزة وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لفتح مجالات أوسع للتعاون في المجالات الاقتصادية والخدمية وخاصة في مجالات الطاقة والكهرباء والنفط منوها بالدور الروسي الداعم للحكومة الشرعية في اليمن وسعي روسيا للمساهمة في تحقيق السلام ناقش لقاء عقد في العاصمة المؤقتة عدن ضم وزير المالية سالم بن بورايك ووزير الدفاع الفريق الركن محسين الدعري ونائب رئيس المحكمة العليا رئيس لجنة الموظفين المبعدين عن وظائفهم المدنيين والعسكريين والأمنيين في المحافظات الجنوبية القاضي السهل حمزة إطلاق التعزيز المالي لمعالجة قضايا الموظفين وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 28 لعام 2003 وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لمعالجة قضاياهم والتي تكللت باعتماد مجلس الوزراء التعزيز المالي لمعالجة قضاياهم وإصدار القرارات الرئاسية التي بمقتضاها تم معالجة ما يزيد عن 62 ألف تظلم للموظفين المبعدين عن وظائفهم المدنيين والعسكريين والأمنيين أعلنت وزارة الداخلية القبضة على خلية كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية ضمن مخطط إجرامي كبير في المحافظة وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة تمكنت بنجاح من القبض على عشرة عناصر إرهابية كانوا يخططون القيام بأعمال إرهابية في أماكن متفرقة من المحافظة وأشار المصدر إلى أن عملية تتبع ورصد لهذه العناصر كانت عملية نوعية ومعقدة سمرت عدة أشهر حتى تم القبض على كافة عناصر الخلية الإرهابية ووجهت قيادة وزارة الداخلية الشكرة للسلطة المحلية والأجهزة الأمنية المختلفة في محافظة المهرة التي كلفت بمهام الرصد حتى إكمال مهمتها بنجاح انتهى الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة